ما بين داعش والميليشيات والتظاهرات غيب آلاف العراقيين قسرا وظلما وعدوانا غير أن الحكومات السابقة لم تفتح هذا الملف نظرا لحساسيته حيث لا يخفى على عاقل اليوم ارتباطه بقضايا وصفت بأنها طائفية بامتياز هنا يبدو الأمر مختلفا مع رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي صاحب القرارات الجريئة يدخل الكاظمي وزارة الداخلية ويأمر بوضع حد لمسألة المغيبين ليلامس جراح الأمهات الفاقدات التي جربن أبشع أنواع الفقد فقدان دون معرفة مصير المفقود مصير أولادنا وان صارم أشوف أشوف خلان نحن هسعنا ضلينا ضلينا لا الولد رأي حم ونقلنا بس وحنا ضلت ضلنا نحن وان يشوف أولادنا وان صارم كل ما يمر عيد كل ما يمر عيد نحن ما نعيد متل أعيال بس هم دحجون دحق الولد هيا وهم راحا ما عادر بهم وان صارم وارجو من رئيس الوزراء أشوف أن يهم ما صارم شوف مصيرهم أحياء موات وانت النقطة عنفسنا الرسائل الإيجابية التي بعثها الكاظمي من خلال فتحه لهذا الملف دفعت بناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق هاشتاق وينهم في مبادرة منهم لحث رئيس الوزراء على المضي قدما في البحث عن المغيبين قصرا كيف لا وهو البعيد كل البعد عن التبعية الحزبية وعلى الرغم من بساطة كلمة وينهم إلا أن الهاشتاق أصبح ترند في موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال اليومين الماضيين لأن كلمة وينهم تحمل الكثير من الألم وجرعة من التفاؤل بشخص الكاظمي في الوقت ذاته ترى هل سيبقى منطق القوة الغالب على قوة المنطق وتبقى الانتهاكات تسجل ضد مجهول في العراق لا علامة الله لا علامة الله لا علامة الله